السلام عليكم قرار تاريخي اتخذه البرلمان الاردني طرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني من تل ابيب يقال ان معاهدة وادي عربة على المحك ويقال ايضا ان كل هذه الضجة الاردنية بالامس هدفها ايصال رسالة غاضبة تجاه السياسيين الاسرائيليين الذين يعرقلون التوصل الى اتفاق اطار يقترحه وزير الخارجية الامريكي مع الفلسطينيين ويسعون الاسرائيليون طبعا الى التصعيد مع عمان من خلال المس بصيغة الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس والاهم من كل هذا انه فيما العالم العربي منهمك بازماته تدور المفاوضات الحاسمة بين الفلسطينيين والاسرائيليين باشراف واشنطن مباشرة وبصمت مطبق في الكواليس والمكاتب المغلقة اذا ملفات الشرق الاوسط المعقدة بدأت من باب المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية وبعدها انطلقت باتجاه ايران من نافذة الحرب السورية هذا ما سنناقشه مع ضيفنا صلاح صلاح حضو المجلس الوطني الفلسطيني اهلا بك اصداد صلاح بداية بالامس كان قرار لافت لي البرلمان لا بل قرار تاريخي للبرلمان الاردني برأيك الى اي مدى يمكن للاردن من البرلمان الى الحكومة مرورا بالحكومة وصولا الى القرار نهائي عند الملك ان يذهب فعلا باتجاه هذه الخطوة يعني اولا باستحق البرلمان الاردني ان نقول برافو لكن يبقى السؤال انه بالاخير مثل هذه القرارات تكون بيد جلالة الملك حتى تتجاوز الحكومة هل سيأخذ الملك بهذا القرار البرلمان هي يعني نقطة اولى النقطة الثانية طيب ما هو القدس كما المسجد الاقصى يتعرضون مش من جديد يتعرضون منذ سنوات يعني اولا موضوع تهويد القدس صحيح يعني قطع شوت كبير وبالنسبة الاسرائيليين اصبح هذا الموضوع ورى ظاهرهم يعني انجزوا انجزوا موضوع تهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية والاخره الان تركيزهم على المسجد الاقصى ومنذ اشهر يعني يعني بيجري التركيز اذا لم اقل قبل ذلك بيجري التركيز على المسجد الاقصى شو الاردن اللي هو صاحب السيادي حسب اتفاق وادي عربة على المسجد الاقصى شو اللي عملوه ما عمل شي انا اعتقد بالاخير في النهاية انه لم يفعل شيء باي معنى يعني لم يفعل اي شيء باي معنى ما تدخل لا لإيقاف تهويد القدس مبارسة ضغوطات يعني بهذا الاتجاه ولا باتجاه الضغط على اسرائيل لعدم اقتحامها ودخول مستوطنها الى باحث اذا هي حبر على ورق هذه الوصاية عمليا ما الها ترجمة يعني العدو النظام الاردني لا يعطي لهذه الوصاية اي ترجمة عملية الاسرائيليون هم الذين يتحكمون بالممارسات داخل المسجد الاقصى كما يتحكمون مرسات داخل القدس هل لهذا القرار الصادر عن مجلس النواب طيمة عملية انا اعتقد فقط فقط قد يكون وسيلة بالنسبة للاسرائيليين يعني يقايدوا فيها هذا القرار بقرار اخر ما هو اللي هو الكنيسة الان مطروح مشروع على الكنيسة بان يكون لاسرائيل سيادة على المجد الاقصى صحيح ممكن الاسرائيليين يعني ترضي للملك حسين انه طيب اوقفوا قراركم جمدوا قراركم ما تنفذوه اللي صادر عن البرلمان احنا ما بناخد قرار بان تكون اسرائيل هي لها الوصاية على السم مقابل ماذا ما هو الثمن للاردن اذا اوقف هذا القرار في الكنيسة هو حتى الان مشروع قرار لا شيء بدون ثمن يعني هون شطارة الاسرائيليين يعني وغباء العرب يعني لأسف الشديد انظمي قصدي انه اسرائيل بتخلق المشكلة لنا وصير احنا نطالب بحلها بننسى مشكلة قبل واسرائيل ليه اللي بتنقولنا من مشكلة الى مشكلة من مشكلة الى مشكلة بدون يعني ما يكون في عنا رؤية احنا واضحة لانه الاسرائيل عم تشطل بناء على مشروع واضح بالنسبة لها وخطوات واضحة واسألي اي واحد من القيادات العربية من المحاللين من المفقرين العرب بيعرف المشروع الصيوني بس قولي لي شو المشروع العربي او شو المشروع الفلسطيني بأي قضية من القضايا بموضوع القوتس بموضوع المجد الاقصى بموضوع القضية الفلسطينية موضوع الوضع العربي بشكل عام موضوع ما يجري الان بالحراك ما في عنا رؤية عربية موحدة اللي ينستدع عليها في معالجة اي قضية من القضايا واللي هالسبب الاسرائيل تنقولنا من مشكلة لمشكلة طرحت مشكلة القدس ما ملأت في اي ضغط عليها ما ملأت في اي مانع يمنحها من استكمال مشروعها كفت الان انتقلت لموضوع المجد الاقصى بالخلاصة اذا انت غير متفائل بكل ما حدث بالامس في الاردن لا بالنسبة للاردن ما بعتقد انه سيأخذ خطوات عملية جدية تمنع اسرائيل من استمرار ارسال مستوطنيها تمنع اسرائيل من منع الفلسطينيين من ممارسة تقوصهم الدينية داخل المسجد الاقصى ما بمنع اسرائيل من استكمال او متابعة مشروعها الهادف الى تقسيم المسجد الاقصى الى قسمين قسم للفلسطينيين وقسم لإسرائيل كما حصل بالخليل التصويت بالاردن بالامس في المسجد في الحرم الابراهيمي تقصد في الخليل التصويت بالبرلمان الاردني بالامس كان بالاجماع باغلبية الكتل السياسية باستصدار هذا القرار من قبل المجلس النواب هذا يعني ان الامر مدروس هكذا بهذا بشكل مدروس البرلمان يعلن الحكومة قد ترفض نصل الى الملك عبدالله يقايد تتم المقايدة مع الاسرائيليين دون ثمن يعني او انه فعلا هناك خلاف ما بين البرلمان والبرلمان الان على موقف واحد يقف صفا واحدا ضد الحكومة ضد كل هذه القرارات ويهدد فعلا بان اتفاقية ودي عربة هي اتفاقية السلام مهددة يعني احنا يعني معودين على كل شيء ومعتدين على هالنوع من الخداء تمارسها الانظمة العربية لكن مع ذلك انا بقول برافو البرلمان الاردني المهم حتى تثبت وجودك ايها البرلمان الممثل الشعب واللي بتاكس قناعة الشعب وراءه حتى تثبت وجودك وقدرتك على تنفيذ قراراتك يجب ان تمارس ضغطك لتنفيذ هذا القرار على الحكومة من ناحية وعلى الملك من ناحية ثانية اذا نجحت يا برلمان بتنفيذ هذا القرار الزمت الحكومة بتنفيذه وكذلك الملك الاردن بتنفيذه عنها نقول والله انه برلمان الاردني خطأ خطوة جدية مسؤولة يعني عبر عن ارادة شعبنا مش فقط في الاردن شعبنا العربي شعبنا الفلسطيني حتى رأي الاسلامي حتى ان خطأ هذا البرلمان هذه الخطوة وذهب فيها للاخر هناك تداعيات عليه ياريت يعملها ويتحمل تداعيات هل سيطرد السفير الاسرائيلي وهذا بدنا توقعه خلال ايام هل سيطرد السفير الاسرائيلي هل سيسحب السفير الاردن من اسرائيل هل سيبقى البرلمان عند موقفه بالمطالبة بإلغاء أو خلينا نقول بإصدار قرار بإلغاء اتفاق وادي عربة هذه يعني امال نتوقع نأمل بديش أقول نتوقع نأمل البرلمان الاردني ان يتابعها اذا بانتظار الايام المقبلة بانتظار الايام بانتظار الايام القادمة نعم استاذ ده سلاح اسمح لنا ان نتوقف مع عنوين الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم نتابع السلام عليكم تصويت البرلمان الاردني على طرد السفير الاسرائيلي من عمان الموضوع الابرس في عنوين بعض الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية مع ابرز ما جاء من عنوين في صحيفة الوطن العمانية سوريا تدعو الى التعاون معها لمواجهة الارهاب والجيش يقتل عشرات المسلحين اسرائيل تواصل البلطجة على الاقصى والفلسطينيين وفي الاردن النواب يصوت على مذكرة بطرد سفير اسرائيل الى ابرز ما جاء من عنوين في صحيفة الشرق الاوسط السعودية عقوبات دولية ضد معرق للانتقال السياسي في اليمن ومجلس الامن يشكل لجنة تدرس اسماء المهددين بتجميد الاموال وحظر السفر رئيس الحكومة المصرية الجديدة يبقي على 14 وزيرا ويقلس عدد الحقائب الى اثنتين وثلاثين وزير الرأي الجديد للصحيفة نسعى لحلول عملية مع اثيوبيا بشأن سد النهضة بوتين يضع القوات الروسية في حالة تأهب قرب اوكرانيا وصدمات في القرم حكومة جديدة في كياذ وحل شرطة مكافحة الشغب وكاري لا نريد مواجهة مع موسكو الى صحيفة الاخبار اللبنانية المقاومة تؤكد الغارة لن تمر والجيش يقف ابو عمير الحمص في بيروت ممول ناعم عباس ضربة استباقية لفتح جبهة الجنوب السوري 150 قتيلا في الكمين الرسالة والبرلمان الاردني يطلب طرد السفير الاسرائيلي فهل تستجيب حكومة سورة اما في صحيفة الوطن السورية فابرز ما نقرأ الرئيس الاسد التعاون في المنطقة اساس مواجهة التطرف والارهاب ايران تنتقد الابراهيمي وتتفق مع بغداد والدوحة على حل سياسي للازمة الجيش يقضي على عشرات المسلحين في الغوطة ويسيطر على عقدة مطار حلب الاحتلال يزيل الغاما في الجولان ومفاتيح جبهة الشيخ سعيد بيد القوات المسلحة والابراهيمي الى مجلس الامن منتصف اذار وجولة جناف الثالثة مؤجلة لما بعد العشرين منه الى ابرز ما جاء من عنوين في صحيفة الدستور الاردنية النواب يصوت بالاغلبية على طرد السفير الاسرائيلي الاردن يحذر اسرائيل لا سلام مع استمرار تهويد القدس واجراءات صغيونية تمهد لاقتحامات جماعية للاقصى وانصور نأمل ان لا يفاجئ الفلسطينيون الاردن كما فجأ بأسلو واخيرا الى ابرز ما جاء من عنوين في صحيفة البيان الاماراتية اربعة عشر وزيرا يحتفظون بحقائبهم في الحكومة المصرية بقاء السيسي للدفاع ومحمد ابراهيم للداخلية والمشاورات مستمرة بوادر صراع روسي اوكراني في القرم وغضب عربي من انتهاكات الاحتلال في القدس وبهذا العنوان نصل الى ختام جولتنا عودة اليك سلمة قدي غنتوس شكرا جزيلا لك على هذه الجولة لاحظت ان هناك عدة ملاحظات ما تعليقك اذا على هذه الصحف على هذه الجولة يعني واضح ان احنا امام يعني سيناريو يتناول عدد من القضايا في المنطقة العربية وقسم منها مكرر يعني موضوع مصر والحكومة الجديدة موضوع الادوان الاسرائيلي والقصف الاسرائيلي على مواقع يعني اصبح واضح انه مواقع لحزب الله انا هون يعني بستوقفني نقطتين يعني النقطة الاولى الغضب العربي على القرار الاسرائيلي على موضوع المجد الاقصى لكن يعني غريب هذا الغضب العربي شو ترجماته تقصد شعوب ام انظمة لان هون الغضب العربي يعني واضح اجمالا بينحكي عن الانظمة شايف وهون سؤال انه شو دور الانظمة بالتعبير عن غضبها ضد ما تمارس اسرائيل سابقا بالقدس والان في رأيك هل الانظمة تغضب؟ انا اعتقد هل الانظمة تغضب فعلا؟ لا لا تغضب على الفلسطينيين هذا الشعور تغضب على الحراك الشعبي تغضب على اي تغيير ثوري تغضب على الحراك الشعبي يعني على المظاهرات على ضربات الجمهورية تغضب عليها بس على اسرائيل وسياساتها والعنصرية التوسعية الاستوطانية ما بتغضب يعني ما شفنا هالغضب خلال طيلة الخمس وستين سنة الماضية وبالتالي تعودنا انه الانظمة العربية لا تغضب اسرائيل وخاصة بالفترة الاخيرة اصبح واضح يعني العلاقات اسرائيلية العربية اللي كانت تم تحت الطاولة الان اصبحت مكشوفة يعني العلاقات مع السعودية مع قطر مع الكويت مع دول الخليج بشكل عام ما هاتت نخبي يعني ما توصل الانظمة العربية للجرأة التي تعلن علاقاتها مع اسرائيل وهي لازالت تدخل تحت عنوان عدو حتى بقرارات جامعة الدول العربية بمفهوب جامعة الدول العربية بسياسة جامعة الدول العربية متناقضة مع قرارات جامعة الدول العربية وتعلن علاقتها مع هذا الاسرائيل العدو واللي يعني تجاوزت ذلك الآن في سوريا يصبح تدخل سوري الإسرائيلي تدخل فاضح ومشوف بما يجري في سوريا يعني كطرف حليف مع هاي الأنظمة اللي عم بتحارب سوريا واضح شو طبيعة الغضب العربي يعني هاي النقطة أقول أما موضوع الشعوب موضوع يختلف والشعوب للأسف أيضا ما عد عنده خلق للغضب يعني ما عد عنده نفس الغضب بالعكس يعني نحن في زمن يقال ويسمى وما زال البعض يصر على أنه الربيع العربي البعض يسميه الخريف سميه ما شئت لكن في زمن الاحتجاجات الثورات التحركات العربية أشارع العربي منطفد وما زال ينطفد حتى الآن وأنا معه وأنا يعني مش مع القول بأنه كل هذا الحراك الشعبي اللي عم يجري في المنطق العربي من تونس لمصر لليمان لليبيا إلى آخره هو وراء الأمريكان وأنه هذا مخطط له ضمن لعب أمريكية تدخل في إطار ما يسمى يعني الفوضى المنظمة والفوضى الخلاق نعم تعبير عديدة أنا برأيي أنه هذا الحراك الشعبي بيعكس غضب الشعبي حقيقي انفجار الشعبي حقيقي على الظلم على الضهاد على الفساد على التبعية نعم هذا حراك الشعبي أما عم يصير تدخلات لانحراه لحرف هذا الحراك الشعبي عن أهدافه لاحتواء نعم لضربه نعم لقامع نعم هذا اللي عم يحصل الآن هو ضرب هذا الحراك الشعبي محاولة احتواء ومحاولة قمعه لكن لا أستطيع أن أشكك بطبيعة الحراك الشعبي هذا الغضب الشعبي للأسف يعني عم يجري السيطر عليه عم يجري التحكم فيه عم يجري قمعه من قبل الأنظمة؟ قبل الأنظمة طبعا التي لا تريد يعني أي غضب حتى الأنظمة الحديثة؟ هي ما عم تغضب لا تريد للشعر العربي أن يغضب حتى الأنظمة الحديثة يعني نتحدث عن القيادة والسلطة الجديدة في مصر في تونس أيضا هي تمارس نفس الأدوار التي كانت في السابق؟ هاي خلينا نشوف يعني كيف بدو سير هاي الأنظمة بدنا ندخل بتقييمة جديدة لطبيعة النظام القادم بمصر هل سيبقى يعني النظام الحالي أم سيئة تسيسي؟ كيف ستكون سياسة يعني أي منهما؟ سنتحدث أكثر هذا مرحلة بدنا نناقشها لاحقا نعم في ظل الصورة التي تفضلت بها أستاذ صلاح أين القضية الفلسطينية من كل ما يجري؟ أين أصبحت المفاوضات؟ سنتحدث بالتفصيل عن هذه عن القضية الفلسطينية وعن هذا الملف تحديدا لكن اسمح لنا أن نتوقف مع تقرير لأبرز مقالات اخترناها لفقرة الحدث ومن بعدها سنعود السفير طرح سحب السيادة الأردنية عن الأقصى ناقش الكنيسة الإسرائيلي أول من أمس مقترحا أوليا قدمه عضو الكنيسة اليمينية المتطرف موشي فايغلين يطلب فيه سحب السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى ضمن المساحة الإسرائيلية لتحويل المسجد إلى نموذج ثاني عن الحرم الإبراهيمي وبرغم أن الكنيسة أجل نقاش المقترح وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يبدو أنه يرفض الفكرة فإن مجرد قبول النقاش يماهد لتقسيم الحرم رئيس لجنة المرابطين للدفاع عن المسجد الأقصى يوسف مخيمر قال للصحيفة أن إسرائيل تسعى إلى تقسيم المسجد الأقصى عبر وسائل عدة سحب السيادة الأردنية عنه واحدة منها موضحا أن إسرائيل وعبر استمرار الاعتداءات تنمي إلى تهيئة الذهن العربي الإسلامي والفلسطيني لفكرة أن المسجد الأقصى ليس لكم وحدكم الأخبار اللبنانية برلمان الأردن يطلب طرد سفير إسرائيل أقرى مجلس النواب الأردني بالإجماع قرارا بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب هذا القرار يمثل نوعا من حل وسط جار التوصل إليه لتلافي مطالبات نيابية بإلغاء معاهدة وادي عربة الموقعة مع إسرائيل النائب محمود الخرابشة اعترف بأن للحكومة الحق الدستوري في عدم تنفيذ القرار إلا أنه ذكر بأن البرلمان يستطيع في المقابل أن يطرح ثقة بالحكومة إذا ما تجاهلت قراراته النائب العبادي المحسوب تقليديا على المولاد طالب النواب باتخاذ خطوات دستورية لإصدار قانون يلغي قانون معاهدة وادي عربة وهذه الخطوات تقع دستوريا تحت ولاية البرلمان الجمهورية التوطين أصبح قريبا سجلت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي كانت تدور بصمت مطبق خطوات هائلة ستصيب تردداتها المنطقة عموما ولبنان خصوصا في الكواليس الديبلوماسية يتردد أن تقدما كبيرا قد حصل ما يتيح إعلان مبادئ شفويا في أيار أو حزيران المقبل ويلحظ الاتفاق تفاهما حول فلسطيني الشتات بمن فيهم فلسطيني لبنان وقد حسم الاتفاق نصير هؤلاء وفق أربع مجموعات تلحظ الأولى عودة قسم صغير من هؤلاء إلى الأراضي التي تقع تحت السيادة الإسرائيلية وتسمح الثانية لقسم محدود بالانتقال إلى مناطق واقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وفي الثالثة تنقل مجموعات أخرى إلى بلدان أوروبية أو عربية أو إلى كندا لكن تحت إشراف الأمم المتحدة أما الرابعة فهي تضم بقية الفلسطينيين الذين سيجرى تشريع وجودهم في لبنان ما يعني أن معظم الفلسطينيين في لبنان سيجري تجنيسهم مع الإشارة إلى أن هذه الفئة ستضم المجموعات الفلسطينية التي تمثل تهديدا للاستقرار الأمني والانتظام القانون أستاذ صلاحة صحيح أنه في الكواليس الدبلوماسية تقدما كبيرا حدث في المفاوضات وسيتيح أعلام مبادئ بشكل شفهي في أيار أو حزيران المقبل هل هذا الأمر وارد فعلا وهذا ما كنا نتحدث عنه أنه هناك تغييب للقضية الفلسطينية فيما يجري في الكواليس أمور أخرى وقضايا أخرى نعم هو يعني بسبب طبيعة الفوضات وسريتها عم تخلق يعني هذا الالتباس بين رأيين رأي يقول متفائل ويرى أنه المفاوضات يعني تسير باتجاه يعني إيجابي سيؤدي إلى نتائج وخاصة الأمريكان يعني أكثر من يتحدث بهذا الموضوع الأمريكان وأحيانا الإسرائيليين لكن الفلسطينيين بشكل عام يتحدثون بشكل متشائم أنه لا يتوقعون أن يصل يعني الأمر إلى إنجاز اتفاق إطار كما يسحى كيري وبالتالي عم بيكون في هذا الالتباس وهم بدأت تترك الأمور للاستنتاجات الملفت النظر أنه اليوم لأول مرة كيري بيحكي عن أنه يعني شو المشكلة إذا مددنا المفاوضات تسع أشهر أخرى هذا الأمر وارد؟ عندما يتحدث كيري بأنه شو المشكلة بتمديد المفاوضات لتسع أشهر أخرى يعني أنه غير متفائل يعني أصبح أيضا يتحدث بلغة غير متفائلة والبعض يتحدث أنه أبو مازن أيضا يريد تمديد المفاوضات لانتهاءة ولايته أبو مازن والمفاوض الفلسطيني كانوا أكدوا أكثر مرة بأنهم ضد تمديد المفاوضات كان يحكوا أنهم ضد تمديد المفاوضات لكن الإسرائيليين ما عندهم مشكلة بتمديد المفاوضات وبالتالي إذا تعقدت الأمور ويبدو أنها حتى الآن من خلال ما يعلن بوسائل الإعلام أن الأمور معقدة وليس من السهل الوصول إلى اتفاق في نهاية 9 أشهر المقررة في نهاية نيسان وبالتالي يصير احتمال التمديد احتمال وارد بكل الحالات نحن في الوضع الفلسطيني نعيش وضع في غاية القلق وغاية الإرباك لأكثر من سبب السبب الأول أن نحن معد في عنا رؤية واضحة لماذا نريد نحن كل ما نقوم به من فاوضات أو من حوارات أو إلى آخره هي على أرضية ما يطرحه الإسرائيلي أو ما يطرحه الأمريكي ليس على أرضية أننا لدينا برنامج لدينا رؤية ونحاول ننفذ هذا البرنامج يعني نقاش بيننا وبين العدو الإسرائيلي ليس على برنامجين برنامجنا وبرنامجهم على أرضية برنامجهم أو البرنامج اللي بيحطه الطرف الأمريكي تحت عنوان طرف محايد غير محايد طبعا المشكالية الثانية أنه إحنا ما عنا قيادة فلسطينية موحدة إنسي أسرة الخلاف يعني حماس وفتح حتى ضمن القيادة الفلسطينية بيرام الله مش موحدين يعني لجنة التنفيذية أخذت قرار بعدم دخول المفاوضات أصلا والآن يحكى عن أكثر دخل حركة فتحها دخل المفاوضات أيضا مع قضية دحلان أيضا لجنة المركزية لفتح يقال بأنها أيضا كانت ضد المفاوضات مندوب اللجنة المركزية محمد الشي الذي اشترك من المفاوضات انسحب لأنه غير راضي عن سلوب المفاوضات وعن ما يطرح في إطار المفاوضات إذن إحنا صايرين مثل أي نظام عربي آخر ما في عنا قرار جماعي ما في عنا قيادة جماعية ما في عنا مرجعية نحتكم لها في عنا الرئيس مثل أي بلد عربي آخر في رئيسه صاحب القرار هذا يعني أن الرئيس هو غير مؤهل لرفض التنازلات والضغوط التي قد يتعرض لها لأن على صعيد عربي القضية الفلسطينية مغيبة في الداخل الفلسطيني هناك انقسام في داخل حركة فتح كما تفضلت هناك انقسامات ويحكى اليوم عن انقسامات أكثر بأن الأيام المقبلة ربما تشهد بروز محاور داخل حركة فتح ترفض العمل وفق ما يتوقع أن يسدر من اللجنة المركزية بقرارات فصل ستطال حتما أنصار دحلان السيد دحلان والحديث أنه تم التواصل معه من قبل القيادات الإسرائيلية لكي يأتي مكان الرئيس أبو منزين بالوضع الفلسطيني طبعا مثل ما أنا أنتقد كل القوى الفلسطينية الرافضة لهذا النهج السياسي الخطأ اللي إحنا ماشيين فيه وحمل قوى المعارضة مسؤولية أساسية أنه وينكم يا قوى المعارضة الفلسطينية أنتوا اللي رفضتوا استئناف المتفاوضات واللي الآن عم لكم مواقف نقدية حادة وجريئة ضد كل ما يجري الحديث عنه في إطار المفعوضات من تنازلات طب وينكم ليش ما هم تحرك وليش ما هم تضربات ودربات ليش ما هم تضربات على الطرف الفلسطيني المفاوض أيضا بالمقابل عندي فساؤل كتير كبير عن الأخوان في فتح فتح الثورة فتح اللي طلقة الأولى فتح اللي إلها رموز يعني شكلت بعنوان على صعيد العالم ياتر رفات أبو جهات طلع خلاف هذا السؤال أين هو الرصيد حركة فتح أنه لا وجود للكفاح المسلح وين فتح وبالتالي على ماذا سيعتمد أبو مازن إذن سيخضع للضغوطات والتنازلات وليس بإمكانه المقاومة نعم لما أبو مازن يختار لأنه لا بدير الفوضات الفوضات معناته رفض أي نهج آخر اثنين لما يعني أبو مازن يدخل مفوضات بدون أن يكون له سندة قاعد يرتكز لها لا فتح ولا الفصائل الفلسطينية إذن بد يكون من السهل الضغط عليه ومن السهل أن نفرض عليه تقديم التنازلات وإلا شو مستند لا بيقدر يستند على التنظيم وفتح اللي متجاهله نعم ولا مستند على الفصائل الفلسطينية الحليفة ولا مستند على نظام عربي ممكن يشكله سندة ودعمه ولا مستند على وضع دول دول مهورية وضع دولي مثل مكان السابق الآن هو يضع نفسه أسير الطرف الإسرائيلي والوسيط الأمريكي طيب وهذا شيء خلط وهذا شيء طبيعي بدل الأخير بده يضطر يعني يخضع للضغوطات ثم تقديم التنازلات المطلوبة نعم هناك رفض من قبل أبو مازن بيهودية إسرائيل لكن هناك الحديث عن استعداده لقبول قوات حلف الناتو. سنتحدث هذه عن نقطة لكن اسمح لنا أستاذ صلاح من بعد الفاصل. من جديد أهلا بكم وأرحب بالأستاذ صلاح صلاح عضو المجلس الوطني الفلسطيني. كنا قد طرحنا السؤال عن قبول بحلف الناتو. لا اعتراف بيهودية إسرائيل. هذا على الأقل ما يصدر في العلن من قبل الرئيس أبو مازن. لكن هل يمكن للسلطة أن تقبل بمن يحمي حدود إسرائيل بين مزدوجين. بمعنى حدود الفلسطين في الأساس. ولكن عمليا هي الحدود الإسرائيلية. وبقاء وبقاء إسرائيليين في إطار قوات حلف الناتو. هل هذا الأمر وارد؟ قدمت أدة حلول. يعني الطرف الفلسطيني قدم اقتراح أنه يتيجي قوات دولية. قدم اقتراح أن يكون في قوات مشتركة. يعني فلسطينية إسرائيلية والبعض يقول أيضا يمكن أن تكون أردنية. إسرائيل ترفض كل هذه الاقتراحات. إسرائيل حسب مفهومها. حسب رؤيتها للأمر. تصير بأنه لا يحمي حدودي إلا قواتي. لا أثق بأي قوة أخرى بأي جهة أخرى. لا بحلف ناتو ولا قوات مشتركة. يعني أنا قواتي فقط هي اللي بتحميلي حدودي. صحيح. هذا الأتراض الإسرائيلي ما زال حتى الآن. وبالتالي هم يرفضون أي قوات أخرى. يعني حتى أمريكية. حتى قوات أمريكية حسب اقتراح الطرف الفلسطيني. طيب يعني تكون قوات أمريكية. حتى هاي الإسرائيليون يرفضونها. رغم العلاقة الوثيقة بين إسرائيل وأمريكا. والفلسطيني؟ الفلسطيني. هون المشكلة. هون المشكلة. أنه الفلسطيني عم بيقدم تسهيلات لإسرائيل. أنت مش معني يا فلسطيني أن تقدم تسهيلات لإسرائيل. وتقدمها لحلول. طيب تيجي قوات أمريكية. تيجي قوات حلف إلى آخره. أنت معني. الدافع عن هاي الأرض إلك. ليش أنا بدي أتنازل الفلسطيني. ما الفرق أصلا بين الناتو والإسرائيلي؟ النفس الشيء ولا الأمريكي داخلت. حتى الأمريكي. الفلسطيني مش من واجه يقدم اقتراح أو أي اقتراحات تسهل للإسرائيلي يعني قبول حل. الفلسطيني من واجه أن يدافع عن اعتبار. هذه الأرض أرض فلسطينية. الأغوار اللي مساحتها حدود 24-26 في المية من الضفة الغربية. هذه أرض فلسطينية وجزء من الضفة. مناطق محتلة منذ عام 67. أنت في عندك قرار الـ 194 الذي يلزم إسرائيل عن الانسحاب إلى الأراضي الاحتلة عام 67. ليش أنت بدك تنازل عنها لإسرائيل؟ ليش بدك تقبل وجود قوات إسرائيلية حتى لو مؤقتة خمسة سنين ولا ثلاثة سنين ولا عشر سنين؟ ليش؟ يعني مش مطلوب من الفلسطيني أن يقدم تسهيلات للعدو. مطلوب منه أن يدافع لأنه مضغوط على أمره الفلسطيني. أليس كذلك؟ هذه المشكلة. لا حول ولا. مضغوط على أمره لأنه حتى رأبته بيد الإسرائيلي والأمريكي. طيب. سنتوقف أستاذ سلاحة مجدداً مع الصحف الفلسطينية مع زميلة نسرين سلمي. صباح الخير. الاستلاء على مزيد من أراضي الفلسطينيين وبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس والاعتداء على المسجد الأقصى. احتلت أبرز العناوين في الصحف الفلسطينية الثلاث أصادر لهذا اليوم. نبدأ مع صحيفة القدس. ترحم خطة لإضافة 19 وحدة سكنية لمستوطنة كفار أدومين. وبدء تنفيذ مشروع متنزه المطلة الوسطى على جبل الزيتون في القدس. اختارات هدم لسبع منازل في اللبن وترحيل ثلاثين عائلة في الأغوار ومواجهات في بورين ويعبد. مجلس الجامعة العربية يقرر التوجه لمجلس الأمن بشأن الأقصى. تشيع رفات الشهدين جرادات وبشارات في سيلة الحارثية وطمون. المستوطنون يقررون تسير دوريات مسلحة في الطرق الالتفافية بالضفة. رئيس الوكالة الروسية الفيدرالية الطبية لا درورة لإعادة فحص آروفات عرفات. استنفار إسرائيلي على الحدود مع لبنان أتى حسبا من رد حزب الله المتوقع. تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم الجيش الإسرائيلي بالتهور في قتل الفلسطينيين. أنسور نأمل بأن لا يفاجئ الفلسطينيون الأردن كما فجأ بأسلو. ننتقل إلى صحيفة الأيام. العفو الدولية القوات الإسرائيلية تظهر استخفافا واضحا بحياة المدنيين الفلسطينيين وخاصة الأطفال. الدول العربية تدرس تقديم شكوى لمجلس الأمنة بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى. إصابة ثلاثة مستوطنين في إلقاء زجاجات حارقة جنوب نافلس. الرئاسة رحبوا بالتحرك العربي. التعاون الإسلامي تدين محاولات فرض استيادة الإسرائيلية على الأقصى. البرلمان الأردني يطالب الحكومة بطرد سفير إسرائيل وسحب سفير المملكة من تل أبيب. تأهب الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان تحسبا لردي حزب الله. ننتقل إلى صحيفة الحياة الجديدة. مجلس النواب الأردني يصوت بالإجماع على طرد استثير الإسرائيلي. الرئيس يستقبل رئيس مجلس الدوم الروسي. الاحتلال يرحل ثلاثين عائلة في الأغوار ويجبر مقدسيا على هدم منزله. العميد كلاب الهاربون من غزة سلم القطاع لحماس حفاظا على ملياراتهم. هذه كانت أبرز العنوين في صحفة فلسطينية الثلاث أصادر لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. أستاذ صلاح هنا تتحدث بأن هذه السلطة وضعت يدها بيد الإسرائيلي وبيد الأمريكي. طيب لماذا إذن أفيكدور لبرمن وكبار القادة الإسرائيليين يتحدثون ويوصفون أبو مازم بأنه أخطر على إسرائيل من صواريخ حماس وبأنه لا يصلح شريكا للسلام. ماذا يعني هذا الكلام؟ طلعت من قبل الإسرائيليين أوصاف عديدة لأبو مازم. البعض يقول بأنه يعني يعني أخطر مفاوض فلسطيني. والبعض يقول بأنه شخصيته ضعيفة لا يستطيع أن ينفذ ما يلتزم به. والبعض يقول بأنه لا يمثل كل الشعب الفلسطيني هناك في يعني حماس وقطاع غزي والآخرين. هاي كلها يعني أوصاف واتهامات توجه لأبو مازم. أنا أعتقد هاي الشكل من الأشكال التي تتبح إسرائيل عادة للضغط على المفاوض الفلسطيني. نفس الشيء كان عم بقوله لا. أنت برأيك أبو مازم كيف يمكن أن تصفه؟ ما هو رأيك بهذه السلطة الفلسطينية بأبو مازم؟ يعني أبو مازم له خط سياسي يعني من بكير الحياة. يميل يميل ويمارس. قناعته بأنه ما في أي مجال لمواجهة إسرائيل بالقوة وبالعنف. وأنه ما عنا كفلسطينيين أي خيار آخر. سوى أن ندخل بمفاوضات مع العدو الإسرائيلي. وبدون المفاوضات لا نستطيع أن نحصل على شيء. والفاوضات هي الأسلوب الوحيد الذي يمكننا من تحقيق شيء ما من الشعب الفلسطيني. وأنه مقتنع يبدو بنظرية السادات. 99% من الأوراق بأدلولات المتحدة الأمريكية. أوراق الضغط في المنطقة. إذن حتى يستطيع أن نحصل على شيء من الإسرائيليين يجب أن يستعين بالأمريكان. هذه نظرية هي التي أوصلت إلى اتفاق أوسلو أصلا. وهي التي لا زال يمارسها أبو مازين حتى الآن. هذا الكلام. ونعتقد أن هذا الأسلوب في غاية الدرر للقضية الوطنية الفلسطينية. هو الذي جابنا الدور. وجابنا كل هذا الضياع الذي يعمل في القضية الفلسطينية. أنا شخصيا منذ أوصلو حتى الآن أخالف هذا النهج بشكل كامل. ألا تعتقد أنه كلام الإسرائيلي عن السيد عباس بمعنى قد يشكل اغتيال سياسي له. لسيما وأن بعض المعلومات تحدثت عن أنه أرسل نتنياهو لمستشاره إسحق ملوخو للقاء السيد محمد دحلان وزير الأمن السابق المطرود من حركة فتح وأنه بدأ الترويج له كبديل للرئيس عباس. هل هذا الأمر وارد؟ لماذا لا؟ الإسرائيليين بيفتحوا كل خطوط. الإسرائيليين بتطلب أبو بدحلان. خاصة أنه الدحلان محتضا من دول الخليج وإسرائيل علاقاتها كويسة مع دول الخليج. ومش بعيد أبدا كما يقال. أنه أصلا دول الخليج هي التي تتوصط لدحلان عند الإسرائيليين. وهذا إسرائيليين أكيد يرحبون به كوسيل الضغط وابتزاج لأبو مازن من ناحية. كذلك الإسرائيليون ما كان عندهم مانع. بين الورقة الضغط للسيد أبو مازن هي التلويح بالسلطة من قبل الإسرائيلي. نعم. التلويح بالسلطة للسيد عباس. صحيح. الإسرائيليون أصلا ما كان عندهم مانع الاتصال بحماس. والوصول إلى انتفاقات مع حماس عن طريق مصر. وحماس أكثر من يلتزم حتى الآن مع الإسرائيليين. مثل ما تلتزم السلطة مع الإسرائيليين بحماية حزينها. إذا صحت كل هذه الاتهامات حول السيد أبو مازن. لماذا إذن ما زالت المفاوضات حتى الآن لم تصل إلى نتيجة؟ لماذا دائما نتحدث عن فشل المفاوضات؟ علما أنه اللقاء الأخير بين أبو مازن وكريم وحفظ الألقاب. طبعا كان السيد أبو مازن قد انفجر غضبا في وجه وزير الخارجية الأمريكية. عندما طرح عليه أنه اعتبار بيت حنينة وليس القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. يعني الرجل متمسك بالثوابت الفلسطينية يرفض يهودية الدولة الإسرائيلية. يرفض الاعتراف بها. حتى الآن موقف الناتو غير واضح ما إذا كان سيقبل أم لا. يعني ما زالت الأمور غامضة. وأنه هو متمسك بأن تكون القدس هي القدس الشرقية. شوف هاي كلها التفاصيل. يعني مش هي جوهر. طيب هي البنود الخلافية في النهاية. مش هي جوهر القضية. جوهر القضية أولا إحنا فلسطين. بحدودها التاريخية. خذيني بحلمك بس. فلسطين بحدودها التاريخية هي أرض فلسطينية. لما صارت الثورة الفلسطينية ما كنا الضفة الغربية والقطاع. ما كانوا محتلين. الثورة الفلسطينية لتحرير فلسطين المقتصة في عام 48. إذن إحنا تنازلنا لما قبلنا بأوسلو التفاوض على أساس الغطة والضفة. تنازلنا عن 48. عن جزء الأكبر. اثنين إحنا تنازلنا عن قرار الوامن المتحدة. اللي بيعطينا 46% من مساحة فلسطين. وصلنا نفاوض على مساحة 22% من أرض فلسطين. الثلاثة إحنا تنازلنا عن حق اللاجئين. يعني بغض نظر عن الشيء اللي نزل بالتقرير الصحفي هون. يعني لما يقول الرئيس أبو مازن بأنه إحنا مستحيل نغرق إسرائيل بخمس ملايين فلسطينيين يرجعوا. شو معناها؟ بكل بساطة هو ضد عودة اللاجئين الفلسطينيين للخمس ملايين. اللي يعني الإحصاءات تقول أيضا أكثر من هي كرقامهم. يعني ما تمت عرضه منذ قليل في التقرير في صحيفة الجمهورية من هذه الخطة. الفئة واحد واثنين وثلاثة هذه الفئة عن الخطة التي هي في الكواليس وعن التوطين للفلسطينيين هي صحيحة. نعم. قدمت من زمان. يعني قدمت في لبنان وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي زار لبنان. أتذكر قبل كم سنة. اثنين قدموا هذه الخطة في لبنان. طرحوا في لبنان. وزير خارجية لبنان التسابق فارس أبويس طرح نفس الخطة. نفس الخطة بدون بتفاصيلها. كويس. ياسر عبدربو ومن سر الوجنة تنفيذية لمعظم التحرير. بعملها باتفاقي وبالين. طيب. نفس الخطة طرحت أيضا لحل مشكلة اللاجئين. بالعودة. إذن هذا الموضوع حل مشكلة اللاجئين بحرمانه من حق العودة. نعم موضوع مطروح. من هون بصير الحكي. الحكي أنه إحنا ما عم نقدم تنازلات. هون نقطة. ليش قلتلك تعطيني شوي من حلمك؟ لأنه فيه تضليل للرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي. عندما بقولوا أنه إحنا عم نفاوض. بس إحنا ما عم نقدم تنازلات. طيب. كيف ما عم نقدم تنازلاته؟ وهي تنازلات متتالية. أريد جوابا مختصرا من فضلك. قبل أن أنتقل إلى إقرأ إسرائيل. كيف يمكن لمهندس جينيف 2 الرئيس عباس بحسب ما تسرب من معلومات ومن تقارير أن يكون مهندس للأزمة السورية والجينيف 2 والحل السياسي. وأن يفشل فيه المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية وفي قضية بلده بالأساس. نعم. لماذا تبتسم أولا؟ يعني ما أعرف أنه مدعى صحة الخبر. لكن إذا كان الخبر صحيح. أعتقد أنه ليس له أي قيمة. من لا يستطيع أن يدافع عن حقه. من لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. من لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم له الدعم. كيف يتوسط لتقديم الدعم لطرف آخر؟ لكن التقرير ورد بالأسماء ومفصلا بكل النقاط مع المعارضة ومن هي الشخصيات اللبنانية والسورية التي دخلت على الخط والشخصيات الروسية أيضا. هل إذن تشكك أنت بهذا الدور للسيد عباس؟ أنا يعني دوف ترضى أنه صحيح بالأخير ليس له أي قيمة. وقت جينيف 2 واستبعد الأسد موضوع تنحية الرئيس الأسد. واستطاع السيد عباس بحسب التقرير إقناع الرئيس الأمريكي باراك أوباما من استبعاد الحديث عن الأسد. وهذا ما حدث في جينيف. أشك أنه رئيس محمود عباس هو الذي يمكن أن يقنع أوباما بالتخلي عن مطالبته برئيس الأسد. لأنه ليس بوضع يستطيع يساعد على إقناع أبوه. من يقنع أوباما بالتبني هذا الموقع فوذاك ومصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. ومصلحة الولايات المتحدة الأمريكية لا يأخذها أوباما من أبو مازن. يأخذها من مراكز الدراسات التي لديه. يأخذها من الوزارة الخارجية. يأخذها من الأمن القومي. يأخذها من مؤسسات الدولة. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحددها المسار. هي التي تحددها مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. إذن تستبعد أنت هذا الأمر ولا غير أبو ماجن اسمح لنا أن نتوقف مع إقرأ إسرائيل وهي الفقرة الأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم هارتز حزب الله يغير السياسة ويرد على الهجوم نظرية مجال الإنكار التي تفيد أن سوريا وحزب الله وإسرائيل يفضلون نفي هجوم حصل فعلا من أجل الامتناع عن ضرورة الرد طلقت أمس دربة إعلان حزب الله تعرض موقع له على الأراضي اللبنانية للهجوم من قبل طائرات حربية إسرائيلية وأن الحزب سيرد في الزمان والمكان المناسبين يدل على تحول تكتيكي وربما استراتيجي جديد الحساب بين إسرائيل وحزب الله أصبح مكشوفا ومعلنا وسيحظى بمشروعية مزدوجة فالحزب لن يتهم بعد الآن بأنه يبادر إلى معركة جديدة ويمكنه تبرير أي هجوم يشنه بأنه تصفية وحسابات بالنسبة إلى إسرائيل تكتيك حزب الله الجديد معناه أن مجال الإنكار لم يعد صالحا لأن يكون مظلة تتيح لإسرائيل المهاجمة من دون تحمل مسؤولية وبقدر كبير من دون الخشية من حصول رد من الناحية العسكرية قدرة حزب الله على الرد لم تتآكل عدد الصواريخ والقضائف الصاروخية التي يمكنه إطلاقها على إسرائيل بقي على حاله معارف استنفار في الشمال تخوفا من رد حزب الله هل يستعد الجيج الإسرائيلي لرد ينفذه حزب الله؟ لقد صدرت أوامر إلى مجموعات الحماية الخاصة بالمستوطنات الشمالية المحاذية للسياج بإبداء الحيطة والحذر خشية عملية انتقامية ينفذها حزب الله في أعقاب مهاجمة أهداف للحزب على الحدود اللبنانية السورية قبل يومين وطلق المزارعون في المنطقة الشمالية أوامر بالابتعاد عن السياج ومغادرة البساتين خشية تعرضهم لنيران القناصة من وراء الحدود وأفد سكان المنطقة بحصول حركة متزايدة لمركبات الجيش الإسرائيلي أحد المزارعين روى للصحيفة قائلا نحن نظهر يقظة متزايدة نشعر بأن هناك أمرا ما سيحدث وتوجد حركة حذرة للجيش التجربة علمتنا أن نصر الله ينفذ ما يتوعد به لكن رده يمكن أن يراوح بين هجوم على سفارة إسرائيل في الأرجنطين وغصولا إلى إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوش على الجليل في هذه الأثناء الهدوء هنا يسود أستاذ سلاح من يتحمل مسؤولية الرد؟ الحزب، حزب الله، سوريا، حلفاء سوريا، إيران وروسيا الذين يمتلكان قدرة صاروخية هائلة وقدرة دفاعية ولأننا نتحدث عن قدرة هجومية للطائرات من يتحمل مسؤولية برأيك؟ اللي يتحمل بالمسؤولية من وجهة نظر حزب الله وأعتقد أنها صحيحة طرفان من؟ الحزب ورسوليا؟ أولا لبنان لبنان كدولة؟ نعم لأنه اعتداء على لبنان وعلى أراضي لبنانية يعني بغض نظر القاعدة المستهدة في حزب الله أو أي جهة أخرى بس بالأخير هاي أرض لبنانية وبالتالي من واجب الجيس اللبناني والدولة اللبنانية تدافع عن أرضها الجهة الثانية المستهدة بباشرة حزب الله المعني أيضا بإعطاء الرد هلأ الدولة ليس ما تردها؟ هذا ما تروك للدولة لا ومعروف لماذا الدولة لا ترد يعني الأمر محصول لنكن واقعيين موضوع حزب الله أنا أعتقد بأن حزب الله يدرك الرسالة القسم الأول منها بأنه هاي جزء من الضغط الإسرائيلي على حزب الله للخروج من سوريا بحجة أنه أنت حزب الله مستعدة تعدافع عنها في ساخون كويس اتنين حزب الله لا يريد أن يستدرج لمعركة هو لا يحددها حزب الله عادة هو بحدد وهو في غناء عنها أيضا طالما هو ظالم في الأزمة السورية ثلاثة خاصة أنه الخسائر اللي انحكى عنها تعرض لها حزب الله محدودة ليست ذات شأن وهذا أعتقد سبب أساسي اللي خلى حزب الله يصدر البيان ليقول بأنه العدو الإسرائيلي يبالغ بحجم الخسائر يعني عند حزب الله النقطة الأخيرة بأنه الحديث عن ردة فعل الإسرائيلي ضد قيادات أنا أعتقد أيضا للتمويه لشيء آخر يجب أن نكون حذرين منه طيب لماذا لا نشهد أي رد سوريا تعرضت لأكثر من عدوان في السنوات القليلة الماضية والحزب أيضا لماذا لم يكن هناك رد يعني لماذا هذا الصمت دائما برأيك أنا برأيي أعود لأنه في تركيز هنا على المعركة يعني في معركة الآن عند خضوها وبيعتبروا أنه المعركة بسوريا هي نقطة الحسم يعني بكل تطورات الإحداث بالمنطقة ليس في سوريا وبالتالي تركيزهم هنا سوريا أو حزب الله وحلفاؤهما يعني تركيزهم هنا أنه إحنا الآن بدنا نظل مشهدين لمعركتنا في سوريا بعد أن ننهي معركتنا بسوريا بنبلش تطفي حساباتنا مع الأطراف يعني الخصة ليست بالدعم الروسي أو الإيراني للسواريخ المضادة للطائرات باعتبارهما حليف الروسي حليف والإيراني حليف أيضا نعم يعني حلفاء حتى الآن بمعركة سوريا كلاهما سوريا وروسيا وإيران حلفاء الحزب الله وسوريا في المعركة في سوريا لو كان لدينا الوقت لنتحدث عن الدور الروسي مع الإسرائيلي طالما حددت هذه النقطة أنهم حلفاء في سوريا بكل الأحوال انتهى الوقت شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح صلاح وضو مجلس الوطني الفلسطيني على حضورك معنا مشاهدين الكرام شكرا لكم آخر طبعا انتهت إلى اللقاء اشتركوا في القناة